حديثنا اليوم عن إطارات السيارات وكل شيء تحتاجوا تعرفوا عنها السلام عليكم ورحمة الله عبد الحق مع أخبار الآن أول ما بدأت الإطارات كانت من الحجارة وبعدين اطور الأمر وصارت من الخشب بعدين دخلوا عليها الحديد وبعدها طبقة من المطاط القوي عشان يمنح تماسك أفضل وصوت واهتزاز أقل مع المشي هذا الكويتش أو هذا المطاط اطور مع الوقت وصارت الإطارات اللي نستخدمها اليوم بسياراتنا فالإطار ما هو قطعة من المطاط مليان هوا وبس بل هو قطعة هندسية مهمة غاية في الدقة يتغير شكلها أثناء المشي عشان تتعامل مع جميع الأسطح اللي بتمر عليها ينصنع الإطار من أكثر من 15 مادة مختلفة تنخلط وتنعجل مع بعضها البعض بنسبة مدروسة يدخل فيها أشياء متعددة من المطاط والخيوط القوية الغراء حتى الأسلاك الحديدية وأشياء تانية كيميائية تدخل في صلب التصنيع لأنه بشكل عام الإطار لازم يتحمل عوامل عدة الحرارة العالية السرعة وقوة الطرد المركزي البرودة الشديدة الحجارة الأمطار الزيوت وأي شيء الإطار يمشي عليه بقصد أو بدون قصد لازم الإطار يتحمل كل هذه الأمور وأكثر لذلك المصنعين اتجهوا لأنه يعملوا إطار يسمى أول سيزن أو إطار لكل المواسم هذا النوع يستخدم فعليا في كل مواسم السنة ويتحمل كل الأحوال الجوية وينفع معها لكن بحدود لما يكون الوضع مثلج أو ماطر ولفترة طويلة تلزم بعض الدول السائقين أنه يغيروا الإطارات من الأول سيزن إلى إطارات تتلائم الثلج أو المطر لأجل السلامة وتضع مخالفات عليها لمن لا يلتزم بذلك وعلى فكرة نوع الإطار المناسب يفرق معك في الراحة في مسافة الوقوف مع الفرامل ومع الإنعطاف حسب البيئة اللي أنت بتستخدمه فيها تحميل، سباقات، طرق وعرة، رمل، ثلوج، أمطار أو حتى للبلدان الحارة لذلك ممكن تلاقي عدة أنواع من الإطارات بنفس المقاس ولنفس السيارة كل واحد حسب الاستخدام فاختيار نوع الإطار مهم جدا عشان يلائم احتياجاتك في الثلوج على سبيل المثال تكون النكشة أخشم من الطبيعي وأعمق وفيها نتوءات صغيرة حتى تتمكن من التماسك بالأرض والثلج للمطر يتم استخدام إطارات فيها تفريعات تسرع من عملية خروج المياه من بين التشققات بطريقة أسرع عشان يكون السطح متماسك مع سطح الأرض تماما وما يكون فيه طبقة مياه بين الإطار والسطح للبر يعتمد ليش تحتاج الإطار بالضبط؟ رمل، صخور، طين بناءًا عليه ممكن تأخذ الإطار المناسب لهذا الطرق أما للسرعة فإيش اللي تحتاجه؟ استخدام شوارع، حلبات، دراغ ريس، أوتو كراس كل اختيار من هذه الاختيارات علم بحد ذاته يحتاج حلقة كاملة عشان نغطي من هذا الباب احرص دائما على شراء نفس نوع الإطارات ومن نفس النكشة عشان يتساوى الاحتكاك والتآكل والتماسك عشان تعرف تاريخ إنتاج الإطار في ختم على الإطار مكوم من أربع خانات الرقمين اللي عليه لسار تكون عادة لرقم الأسبوع من السنة أما اللي على اليمين فلسنة الصنة مثال هذا الأسبوع العشرين في السنة من سنة واحد وعشرين يعني هذا عمره حوالي سنة ونصف قريبا أما بالنسبة لمدة التخزين فيختلف مصنعين الإطارات عن المدة المسموحة للتخزين أغلب الشركات تقول سنتين في أحسن الظروف البعض يصل لخمس سنوات لكن هذا أمر قليل ولبعض أنواع الإطارات لكن إنت لما تشتري احرص على أنك أنت تشتري أحداث تاريخ ممكن بالنسبة للأرقام والرموز على الإطارات الميتين وخمسة هو عرض الإطار بالمليمتر الخمسة وخمسين هي المسافة ما بين الجنط والأرض سمك الإطار كل ما قل كانت السيارة أكثر جفاف ومتماسكة أكثر وغالبا يستخدم في السيارات الرياضية الستاش هو مقاس الجنط أما الفي فهي السرعة القصوى لهذا الإطار ميتين وخمسة وثمانين خمسين عشرين الميتين وخمسة وثمانين هو عرض الإطار كيف عرضوا من الطرف إلى الطرف الخمسين هو المسافة من الجنط إلى سطح الأرض محل ما يلامس الإطار الجزئية هذه في السيارات الرياضية تكون هذه صغيرة في السيارات الغير الرياضية تكون هذه كبيرة العشرين هو الجنط قطر الجنط من هنا لهنا كل المسافة هذه هو العشرين والفي هي السرعة القصوى أو الكود للسرعة القصوى اللي تقدر تمشي فيها بهذا الإطار كل رمز وكل حرف من هذه تدل على سرعة معينة العمر الافتراضي للإطار بعد ما يركب يختلف حسب الاستخدام وحسب الاحترام الشمس، المطر، الحرارة، الجفاف، السرعة عوامل كثير هي اللي بتحدد عمر الإطار بعد البحث وجدت أنه في شركات زي ميسان ومرسيدس بتقول أنه لازم تبديل الإطارات بحد أقصى ست سنوات من تاريخ الإنتاج وليس من تاريخ التركيب واللي يتحكم بعمر الإطارات بعد ما تركب هو التالي كمية الهواء الصحيحة في الإطار حالة نظام التعليق الميزان والترصيص المساعدات والسرعات اللي أنت بتمشي عليها أخيرا ننتبه الضغط الموجود والمختوم على الإطار هو الحد الأقصى للضغط وليس ضغط الإطار ضغط الإطار تلاقيه مكتوب على الباب أو في الدرج أو في كتاب الصيانة الضغط المطلوب لازم يكون والسيارة بباردة قبل ما تمشي فيها مشوار بعيد لأنه مع المشي والاحتكاك وحرارة الإسفلت وحرارة الشمس يزيد الضغط تقريبا مع كل 10 درجات يزيد 1 PSI عادة الإطارات لأغلب السيارات السيدان أو الدفع الرباعي الضغطة يتراوح بين 32 إلى 35 PSI لكن ارجع لكتاب الصيانة عشان تعرف الضغط الصحيح عندك في سيارتك بعض الناس يحسب إذا سيارتي ركبت عليها إطارات كبيرة معنى ذلك أنه لازم يحط فيها ضغط 40 أو 45 لا حتى إطارات الجمسات أو سيارات الدفع الرباعي الكبيرة غالبا ما حيزيد عن حوالي 35 PSI فلو لقيت تآكل من منتصف الإطار هذا يعني أنه معبى زيادة وصاير محدب ولو كان التآكل من الأطراف للإطار غالبا معنى ذلك أنه ضغطه أقل من الطبيعي وصاير مقعر عشان كده بدأ يأكل من الأطراف في الالفين وخمسة طلع قانون واتفق معظم مصنعي السيارات في أمريكا وأوروبا على وجود مؤشر ضغط الهواء TPMS كشيء إلزامي عشان يوضح للسائق إذا واحد من الإطارات صار في خلل أو أنه نسم فلو قل الضغط تولي عندك اللمبة مهم جدا أنه دائما اللمبة تكون عندك مطفية آخر شيء مهم أتكلم عنه هو تدوير الإطارات وتغيير أماكنها بعد كل فترة يفضل تدويرها كل تقريبا 20 ألف كيلومتر الهدف منها أنك أنت تساوي التآكل بين الإطارات فتشيل اليسار تحطه في اليمين واليمين في اليسار وهكذا أو بشكل X هذا الأمر سيطول من عمر الإطارات ختاما لما تركب إطارات جديدة أو تقوم بأي أعمال في نظام التعليق احرص على أنك أنت تعمل ميزان وترصيص للإطارات عشان تكون زاوية التلاقي مع سطح الأرض صحيحة ويعيش الإطار فترة زمنية أطول لا تنسى تسوي شيء طيب في حفظ الله وأمان